بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله طيبين الطاهرين بمناسبة اليوم العالمي للباي النسبة الثابتة 14-3 ونحن على مسافة نصف ساعة تقريبا وينتهي هذا اليوم والدخول إلى يوم 15-3 نضع بين أيديكم وفي خدمتكم أسئلة الامتحان الخاص بالقلوبات الخاصة للتكامل غير المحدد للدوال الجبرية والمثلثية طبعا شوية أخذنا الدوال المثلثية بحصة أكبر لأن سبق ونمتحن سابق بالدوال الجبرية إذن أعزائي الأسئلة الموجودة أمامكم وأعلموا أن تحقيق الحلم أصبح وشيكا أو إلى تحقيقه وأنتم قادرون على ذلك يمكنكم الاشتراك بقناتي على التليجرام حسب المعرف اللي موجود أمامكم من أجل حصولكم على كل جديد السؤال الأول أعزائي السؤال الأول أريد منك تكامل الجذر التكعيبي للسيكن تربيع ثلاثة أكس ناقص واحد على واحد ناقص سين تربيع ثلاثة أكس السؤال ممكن يكون مخفف وممكن يكون مفقخ إذا كان السؤال مخفف ممكن يجي يقول لي أريد منك مثلا تكامل تان تربيع مثلا أكس وبصفة سيكن تربيع أكس دي أكس إذن مباشرة راح تقول لي اليو هو تان أكس مشتقة التان هو سيكن تربيع أضيف للأس واحد وأضرب في مخيوبه إذن صدق أو لا تصدق بأن السؤال الذي ذكرته قبل قليل هو نفسه تقريبا السؤال اللي موجود أمامكم ولكنه يحتاج إلى نظر قوي من هو سيكن تربيع ثلاثة أكس ناقص واحد هو تان تربيع ثلاثة أكس إذن أعزائي سيكن تربيع أكس يساوي واحد زائد ثلاثة أكس الواحد إذا حول الطرف الآخر يعني معناها سيكن تربيع أكس ناقص واحد هذا من هو هذا هو ثلاثة أكس ثلاثة أكس إذن معناها رح يصير تان تربيع ثلاثة أكس إذن هذا الجن الأول الجن الثاني هذا تان تربيع اللي رح يصير هنا الجذر التكعيبي إليه يعني معناها رح يصير تان تربيع واحد على ثلاثة يعني معناها الثاني واستثنين على ثلاثة إذن هذا الجنة الثانية الجنة الثالث بأن الثاني يريد بصفة الثاني يريد بصفة سيكن تربيع على موضي ناصر دالة ومشتقتها السيكن تربيع موجودة ولكنها لابسة كمامتين متنكرة بكمامتين وين الواحد ناقص ساين تربيع حسب القاعدة الذهبية هذا كو ساين تربيع ليش لأن ساين تربيع أي زاوية زائد كو ساين تربيع نفس الزاوية يساوي واحد إذن معناها الواحد ناقص ساين تربيع هذا منه وهذا كو ساين تربيع نفس الزاوية والكو ساين تربيع إذا وجدت لوحدها في المقام يعني معناها سيكن تربيع إذن شوف مجموعة التحويلات اللي لازم أسويها في بداية السؤال قبل ما أجري التكامل إذن رح يكون ما يدي أقول وي ساوي رمز التكامل هذا رح ينزل خط الكسر هذا رح ينزل سيكن تربيع ثلاثة أكس ناقص واحد إذن هذا رح يمثل شنوه؟ هذا يمثل تان تربيع ثلاثة أكس هذا كله تحت الجذر التكعيبي الواحد ناقص ساين تربيع هذا منه إذن هذا هو كوساين تربيع ثلاثة أكس حسب القاعدة الذهبية دي أكس رح أحول إلى أسس إذن هنا رح يصير عندي تان تربيع تحت الجذر التكعيبي يعني معناه هذا تان أكس قصة ثنيا على ثلاثة الواحد على كوساين تربيع يعني هسه أنا من أريد أقول لك مثلا أكس على واي ما أقدر أكتبها أكس في واحد على واي أقول لي إيه تقدر نفس العملية يعني هذا كله في واحد على كوساين تربيع من هو الواحد على كوساين تربيع هذا هو سيكن تربيع ثلاثة أكس دي أكس إذن صار عندي دالة ومشتقتها اليو من هو اليو هو تان ثلاثة أكس ديو منوة سيكنت تربيع ثلاثة اكس في ثلاثة يعني أحتاج بالداخل ثلاثة وأحتاج بالخارج واحد على ثلاثة إذن أضيف للأس واحد وأضرب فيه مقلوبة إذن الجواب رح يكون ويساوي واحد على ثلاثة نزلت مال موازنة وهنا رح يكون ثلاثة اكس أضيف للأس واحد رح يصير عندي رح يصير خمسة على ثلاثة ومقلوبة ثلاثة على خمسة زائد سي ثلاثة ويثلاثة رح تختصر يعني معناها الجواب رح يكون واحد على خمسة وهذا رح يكون ثلاثة اكس خمسة تحت الجذر التكعيبي زائد سي إذن هذا السؤال خمسة سائلة لكل سؤال عليه عشرين درجة يصير الدرجة من مية إذن معناها تقسيم الدرجة من عشرة أو من عشرين رح يكون هذا التحويل وإلى الموازنة عليها عشر درجات والتكامل رح يكون عليها تسع درجات والتحويل يكون عليها درجة زي السؤال الثاني ربما يكون أكثر جمالا من السؤال الأول ليه عشر لأن الطلاب اللي حلوا هذا السؤال قالوا مشتقد داخل القوس ما موجودة خارج القوس أقولهم إياني وياكم صح رح نسوي مربع حدانية أقولكم صح زي من نسوي مربع حدانية شو رح يصير عندي مربع الأول اللي هو أربعة اثنيا في الأول في الثاني رح يصير اثناش كوساين تربيع خمسة اكس زائد مربع الحد الثاني تسعة كوساين أس أربعة خمسة اكس إذن هذا دي اكس وهنا تكامل إذن صحيح جدا وآلوا ياكم لكن هنا يقولون هنا صارت عندنا هواية يعني الأربعة ما عندي بها مشكلة الكوساين تربيع لازم أستخدم أبو النص والكوساين أس أربعة هذا لازم أسوي تربيع في تربيع أو تربيع لكل تربيع وبعضي هنا هم لازم أستخدم قانون الفضي أبو النص نص في واحد زائد كوساين ضع في الزاوية وبعضين التربيع رح أوزعها ورح أسوي مربحة دانية ومرة ثانية رح أجي أستخدم قانون النص يعني معناها العملية رح تكون مطولة نوعا ما إذن هنا رح تقول أستاذ معقولة يعني تريد تشلع قلبنا تجيب إنا هذا السؤال أنت إذا اختارت أن تمشي مشكلة أكو طريقة أسهل يقول لك أكو طريقة أسهل ليش ما هذا الكوساين تربيع خمسة أكس تسوي قانون الفضي وتجمع الحدود المشافة وتوحد مقامات وتكون الطريقة أسهل يعني إذا هنا رح أقول هو يساوي تكامل هذا صار عندي قوس شبير اثنين ناقص ثلاثة في نص يعني معناها ثلاثة على اثنين في واحد زائد كوساين عشرة أكس إذن هذا كل تربيع دي أكس سالب ثلاثة على اثنين رح تنظر مرة بالأول مرة بالثاني يعني شرح يصير عندي هسة رح يصير اثنين ناقص ثلاثة على اثنين ناقص ثلاثة على اثنين كوساين عشرة أكس الكل تربيع دي أكس عندي حدود مش شابهة يعني شرح يصير عندي هسة رح يصير تكامل هذا الثنين معناه شنو الثنين معناها أربع على اثنين ناقص ثلاثة على اثنين يعني معناها نص ناقص ثلاثة على اثنين يعني هذا معناه يساوي نص ناقص ثلاثة على اثنين كوساين عشرة أكس الكل تربيع دي أكس إذن هنا مشتقد داخل القوس ما موجود خارج القوس لسه هنا يجوز هذا السؤال إذا أرادوا يجيبوكم بالمدرسة بالامتحان الوزاري ورادوا يسووا سؤال مخفف زين شلون سؤال مخفف يجي يكتب لك بر التكامل يكتب لك هنا سين عشرة أكس سين عشرة أكس زين لسه أنت رح يسوي هذا الحجي وعندك برأك وسين عشرة أكس رح تقول مشتقد داخل القوس النصف هذا صفر هذا رح يصير سالب ثلاثة على اثنيا في سالب رح يصير موجب هنا سين عشرة أكس في عشرة يعني معناها اثنين وهي العشرة سين عشرة سين عشرة أكس يعني معناها تحتاج بالداخل وفمسطعش وبرأ واحد على وفمسطعش وطبق القاعدة الخامسة لكن مع الأسف سين عشرة أكس ما موجودة إذن هنا مضطر أسوي مربع حدانية ايش رح يصير عندي هسة تكامل مربع الحد الأول هذا واحد على أربعة ضرب الإشارتين ناقص اثنين في الأول في الثاني اثنين في نصف واحد إذن رح يبقى عندي ثلاثة على اثنين كوسين عشرة أكس زيان زائد مربع الحد الثاني يعني معناها تسعة على أربعة كوسين تربيع عشرة أكس هذا كلدي أكس الربع ما عندي بي مشكلة الثلاثة على اثنين كوسين عشرة أكس ما عندي بي مشكلة مباشر الكوسين تربيع عشرة أكس إذن لازم أستخدم القانون الفطي أستخدم أبو النص يعني معناها شرح يصير عندي أقول ويساوي تكامل إذن القوس الزغير رح يصير كبير يعني معناها واحد على أربعة ناقص ثلاثة عشرة أكس زين تسعة على أربعة في واحد على اثنين يعني معناها رح يصير تسعة على ثمانية في واحد زائد كوسين شنو ضعف الزاوية عشرين أكس هذا كلدي أكس إذن أنتم مخير ونبينا أمرين تريد هذه التسعة على ثمانية تنضرب مرة بالأول ومرة بالثاني وبعدين تجمع الحدود المشابه وتكامل تقول لا أريد أكامل بشكل مباشر إذن معناها ويساوي إذا أريدت أكامل بشكل مباشر هذا الربع التكامل مات ربع أكس زيان تكامل الكوسين هو سين بشرط وجود مشتقة الزاوية أحتاج بالداخل عشرة وبره واحد على عشرة يعني معناها رح يصير ثلاثة على عشرين وتكامل الكوسين هذا رح يصير عندي سين عشرة أكس زيان زائد تكامل الثابت في دلة هو الثابت في تكامل الدلة تكامل الواحد هو أكس زائد شنو زائد واحد على عشرين سين عشرين أكس أسد دلقاوز زائد س هس هنا رح تقول لأستاذ شنو هاي زيان احنا وين طلعنا طلعنا من بصر رح الكركوك هنا واحد يقول لي حلية بأربع وطعش خطوة واحد يقول لي حلية بأطنع عشر خطوة واحد طابعة سليمانية واحد رايح على دهوك زيان فهنا كيفك انت وكل منتجي تشوف المحاضرات بشكل واضح جدا وتتعلم شلون تحل بالتكاملات ما ردي يكون هدفك تعرف تحل لو ما تعرف تحل انت اذا قوانين التحويلات كلها ضابطها فأكيد تعرف تحل لكن مشكلتي مو اريد اوصلك تعرف تحل لو ما تعرف تحل انا متأكد منك تعرف تحل ولكن اريد اوصلك الى مرحلة شلون تعرف تحل باقصر الطرق هذا اللي اريدك توصل الى اذا ممكن اسوي مربح الدانية من البداية وقلنا بعض الطلاب حلها ب14 خطوة 12 خطوة ولكن لو نجي نحسب عدد الخطوات 1 2 3 4 5 6 اذا هذا اقصر طريق لحل السؤال وممكن قلت لك 9 على 8 اذا توزعت وجمعت الحدود المشاف الستة رح يسر الى 8 وفي كل الاحوال رح تأخذ عشرة من عشرة السؤال الثالث ساين تكعيب 2 اكس على 1 زائد 2 ساين 2 اكس اذا هنا بعض الطلاب يقول انا هذا ساين تكعيب اريد اسويها ساين تربيع في ساين اقول لا اشتيدك ما اكو مشكلة او صح جدا اذا بالبداية رح اجي اسويها ساين تربيع في ساين اذا ويساوي تكامل ساين 2 اكس مضروبة في ساين تربيع 2 اكس مزيد على شنو على 1 زائد كوساين 2 اكس اكس زين هذا ساين تربيع 2 اكس حسب القاعدة الذهبية هي 1 ناقص كوساين تربيع 2 اكس زين اذا صارت 1 ناقص كوساين تربيع 2 اكس اقدر حل الفرق بين مربعين واختصر المقام ايه اقدر اذا صار السؤال سهل اذا معناها ويساوي تكامل هذا ساين 2 اكس نزل وهذا سويت 1 ناقص كوساين تربيع 2 اكس على 1 زائد كوساين 2 اكس دي اكس زين البسط رح اجي احل الفرق بين مربعين اذا اش رح يصير عندي تكامل هذا ساين 2 اكس نزل ورح اجي احل الفرق بين مربعين يعني معناها رح يصير 1 ناقص كوساين 2 اكس في 1 زائد كوساين 2 اكس على شنوه على 1 زائد كوساين 2 اكس دي اكس اذا وصلنا للخبر السعيد اختصر القوس وي المقام يعني معناها صار عندي شنوه صار عندي 1 ناقص كوساين 2 اكس مضروبة في ساين 2 اكس قبل ما اكمل اسلوب التكامل لحد الان بعد ما مكامل اذا هذا تفسيط لاجل اجراء التكامل يجي طالب يقول مثلا انا مجدت على بالي هاي الطريقة جدت على بالي اضرب البسط والمقام بمرافق المقام يعني هنا رح اقول 1 ناقص كوساين 2 اكس على 1 ناقص كوساين 2 اكس اقول اي عاشدك زيان المقام في المقام اش رح يصير عندي رح يصير 1 ناقص كوساين تربيح من هو الواحد ناقص كوساين تربيح هو ساين تربيح اختصر هوية تكعيب هم رح يبقى عندي ساين 2 اكس في 1 ناقص كوساين 2 اكس اذا وصلنا الى نفس المرحلة زيان فسا منا السؤال يحل باربع طرق وتختار اللي يعجبك الطريقة الاولى تعتبر اليو هو 1 ناقص كوساين 2 اكس هذا هو اليو المشتق مات شنو المشتق مات ساين 2 اكس في 2 اذا احتاج بالداخل 2 وبره 1 على 2 اذا اضيف للأس 1 واضرف في مقلوبة يعني معناها الطريقة اي اذا احتاج نصف مال موازنة مشتقد الكوساين سالب ساين وعندي سالب صالة موجب ساين 2 اكس في 2 احتاج 2 بالداخل نصف بالخارج اضيف للأس 1 واضرف في مقلوبة يعني معناها 1 على 2 في 1 ناقص كوساين 2 اكس تربيع زائل سي يأخذ 20 من 20 وعاش جيدك هذا الطريق الأول الطريق الثاني الطالب يقول لا انا جت على بالي هذه ساين 2 اكس تنظر مرة بالأول مرة بالثاني اقول لك معاش جيدك يعني معناها ويساوي تكامل ساين 2 ناقص ساين 2 اكس كوساين 2 اكس دي اكس اللي سواه يجي الطلاب رح ينقسمون إلى 3 اقسام يقول احنا متفقين بأن تكامل ساين 2 اكس تكامل ساين 2 اكس هذا هو سالب نصف كوساين 2 اكس اصحاب الحل ب والحل س والحل د اثنين اطم ده يبدون سالب نصف كوساين 2 اكس هذا سالب نصف كوساين 2 اكس لكن وين رح يختلفون رح يختلفون بتكامل هذا واحد منهم يقول اليو رح اعتبره ساين 2 اكس المشتق مات كوساين 2 اكس في 2 اقول لأي عاش تيد كان تحتاج تحتاج بالداخل 2 وبر 1 على 2 يعني معناها اضيف للأس 1 وتضرب فيه مقلوبة يعني عندي 1 على 2 ومن اضيف للأس 1 واضرب فيه مقلوبة هم رح تجي 1 على 2 رح يصير 1 على 4 ساين تربيع 2 اكس هذا من هو هذا ليعتبر اليو هو ساين 2 اكس الفريق الثالث يقول لا انا اريد اعتبر اليو هو كوساين 2 اكس ومشتقد الكوساين 2 اكس هو ساين 2 اكس في 2 اذا احتاج سالب 2 بالداخل وسالب نصب الخارج يعني رح يصير هنا موجة اضيف للأس واحد واضرب فيه مقلوبة يعني رح يصير 1 على 4 كوساين تربيع 2 اكس زائد سي اذا هذا الفريق زائد سي هذا هو الفريق من هو الفريق سي الفريق دي يقول لا انا هذه ساين 2 اكس كوساين 2 اكس هم اريد احول ها يعني اش رح يسويها يقول ويساوي هذا التكامل يبقى على وضع ساين 2 اكس وساين 2 اكس كوساين 2 اكس يقول اريد اسويها نصف ساين 4 اكس دي اكس اذا هذا الفريق دي شو رح يكامل ساين 2 اكس اتفقنا عليها هذا سالب كوساين بشرط وجود مشتقة الزاوية اذا احتاج 4 بالداخل ربع برة اذا معناها رح يصير 1 على 8 سالب فيه سالب موجب اذا 1 على 8 كوساين 4 اكس ايضا هنا رح اقول زائد س اذا اللي يحال بذني الاربع طرق رح ياخذ 20 من 20 واللي يضارب بالعامل المنسب وواصل الى هذه المرحلة اذا هذه الطريقة الخامسة اذا ايضا رح ياخذ 20 من 20 واريد اقول لك فالشي بس لا تقول لحد ماذا لو كان المقام واحد زائد كوساين 4 اكس يعني لو كان السؤال نفس اقول لك اريد منك تكامل ساين تكعيد 2 اكس والمقام واحد ناقص مواحد زائد واحد ناقص كوساين 4 اكس زائد ايش رح يصير اذا هذا الساين تكعيد ايش رح يسوي رح يسوي ساين تربيع 2 اكس في ساين 2 اكس مثل ما سويت الزائد على 1 ناقص كوساين 4 اكس زائد هذا الساين تربية القاعدة الذهبية مدفيد نير رح استخدم القاعدة الفضية على مود اقدر اختصر المقام يعني ايش رح يصير عندي هس رح يصير نصف في 1 ناقص كوساين 4 اكس وهذا ساين 2 اكس على 1 ناقص كوساين 4 اكس دي اكس اذا الخبر السعيد بان هذا ويا هذا رح اختصر يعني معناها الجواب رح يكون نصف تكامل ساين 2 اكس دي اكس شوف السؤال شون صار اسهل يعني معناها سالف 1 على 4 كوساين 2 اكس اذا دير بالك في الامتحان الوزاري اذا رأي يجيب لك هذه الفكرة هذا السؤال الثالث السؤال الرابع تكامل كوساين 2 اكس كوساين تربيع 2 اكس كوساين اكس هذا كوساين تربيع 2 اكس هذا شنو معنا يعني معناها كوساين 2 اكس الكل تربيع وهذا كوساين اكس اكس بعض الطلاب وقع بالمصيد ليش لان راح حول كوساين تربيع 2 اكس القانون الفضي يعني قال نصف في واحد زائد كوساين اربعة اكس اقول ليس لان الزوايا وين كان كان الفرق بين اتهم واحد هنا صار الفرق بين اتهم ثلاث اذا ما تشتغل اذا هاي الطريقة ما تشتغل اريد احول الزاوية من حالة الضعف الى حالة النصف زين كوساين 2 اكس كم قانون ب ثلاث قوانين اما كوساين تربيع اكس ناقص ساين تربيع اكس اذا هذا القانون او اثنين كوساين تربيع اكس ناقص واحد او واحد ناقص اثنين ساين تربيع اكس وثلاثة تشتغل وثلاثة تمصح ولكن اسهلهم تختار القانون ابو الساين تيجي تباوع له بصفة اذا بصفة كوساين اختار ابو الساين اذا بصفة ساين اختار ابو الكوساين اذا معناها رح يصير الجواب ويساوي التربيع وهذا كوساين اكس دي اكس زين شو رح اصوي هسا اكيد رح اصوي مربحة دانية يعني معناها رح يصير تكامل واحد ناقص اربعة ساين تربيع اكس زائد اربعة ساين قس اربعة اكس ويما هنا من هو كوساين اكس دي اكس الكوساين رح تدخل على القوس يعني معناها رح يصير تكامل كوساين اكس ناقص اربعة ساين تربيع اكس كوساين اكس زائد اربعة ساين اربعة اكس كوساين اكس دي اكس الامور صارت جيدة جدا تكامل الكوساين اكس هذا ساين اكس اليو هنا رح يصير ساين اكس المشتق مات كوساين موجودة اضيف للأس واحد اضر في مقلوبة يعني اربعة على ثلاثة ساين تكعيب اكس وهناش رح يصير عندي بنفس الطريقة اربعة على خمسة ساين اوس خمسة اكس اد سي طبعا هنا الطالب اللي يقول لي مجدتي على بالي هذه الفكرة واني هنا استخدم قانون اثنيا كوساين تربيع اكس ناقص واحد تربيع زيان هذا من رح يصير مربح دانيا رح يصير عندي كوساين اوس اربعة من ينظر بالكوساين رح يصير عندي كوساين اوس خمسة اكس صح مو خطأ لكن كل الصعب هذا كوساين اوس خمسة اكس لازم اسوي كوساين تربيع اكس لكل تربيع في كوساين اكس وهذا استخدم قانون الذهب لكل تربيع في كوساين اكس واحد ناقص ساين تربيع اكس وسوي مربح الدانية بعدين كوساين اكس يدخل على القوس وكل واحد واحد زيان والكوساين تربيع من ينظر في كوساين رح يصير كوساين يكون افضل اما هنا سؤال الخامس الفرع اي اكيد البسط انت فكرت بان تحل فرق بين مكعبين ولكن الجني وين قليت لك جني بالمقام يعني معناها رح يصير عندي تكامل هذا رح يصير عندي اكس ناقص ثلاثة الجدر التكعيبي للأول نفس الاشارة الجدر التكعيبي للثاني مربع الحد الاول عكس الاشارة الاول بالثاني زائد مربع الحد الثاني اذا الجني بالسؤال اسحب سالب عامل مشترك حتى يصير اكس ناقص ثلاثة دي اكس اذا اكس ناقص ثلاثة ويا الاكس ناقص ثلاثة انت مخير تريد السالب تطلع برا وتكامل حسب القاعدة الرابعة تريد السالب هي تلقائيا اذا بالمقام تلقائيا تصعد الى البسط يعني واحد على سالب واحد وسالب واحد والسالب واحد تدخل على القوس يعني رح يصير عندي سالب اكس تربيع ناقص ثلاثة اكس ناقص تسعة دي اكس وقاعدة رابعة كل واحد واحدة يعني سالب ثلاثة اكس تكعيب ناقص ثلاثة على اثنين اكس تربيع ناقص تسعة اكس زائد سي اذا العملية اعتقد السؤال سهل جدا وهذا عليه عشر درجات الطالب اللي مختصر بدون ان يطلع سالب عامل مشترك رح ياخذ اربعة من عشرة الطالب اللي ضارب في سالب هذا رح ياخذ ايضا اربعة من عشرة اقول له على يا اساسي مو معادلة حتى تضرب بسالب اذا ان شاء الله الفكرة واضحة اذا هنا الفرع بي مشتقد داخل القوس ما موجودة خارج القوس شو سوي داخل القوس حدودية ثلاثية حديها الاول والثالث موجبيا وحدها الاوسط اثنيا في جذر الاول في جذر الثالث يعني رح سويها مربع كامل اذا اخذ من الاول جذرة من الاوسط اشارته من الثالث جذرة الكل تربيع وهذه كلها تكعيب اكس دي اكس عند الرفع تضرب الاسس يعني معناها رح يصير تكامل اكس تربيع ناقص ثلاثة اكس دي اكس مشتقد داخل القوس اثنيا اكس احتاج بالداخل اثنيا وبره واحد على اثنيا اضيف للأس واحد واضرب في مقلوبة واحد على اثنيا في واحد على سبعة يعني رح يصير واحد على اربعة وطعش اكس تربيع ناقص ثلاثة السبعة زائد سي اذا هنا هذا السؤال ايضا عليه عشر درجات اذا هنا رح تكون ثلاث درجات اه على التحويل الاولي وراح يكون عندي اه درجتين على الموازنة وخمس درجات على التكامل الطلاب اللي حلوا الاسئلة قبل ما يشوفون الحلول التفصيلية اه وقدروا درجتهم خليه يجزون الدرجة مالتهم اه على الخاص يقولوا لي اخذنا هل قد من مية اه طبعا طلابنا رح يجزوها وحتى طلاب اليوتيوب اللي رح يطلعون على اه هذا المقطع و اه شافوا الاسئلة على التليجرام قبل ما يشوفون المقطع اذا لا بأس بان اه يجزل الدرجة اه على الخاص على الرقم اللي موجود هذا امامكم وطبعا الاشتراك في قناتي على اليوتيوب باسم قصي هاشم وكذا لقناتي على التليجرام المعرف اللي موجود امامكم ان شاء الله كان هذا الدرس مفيد شكرا بحسن اصغائكم في امان الله اشتركوا في القناة